والله لولا أنك أحب البلاد إليه ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما قرشته ويتحدث عن مكة عن مكة هو لم يخرج من الجزيرة العربية يعني انتقل مكة للمدينة ورغم ذلك هذا الوطن الصغير يذوب فيه عشقا وانتماء في رواية تانية للحديث اللي حضرتك قلت الرواية اللي حضرتك قلتها دي صحيحة بس في رواية تانية وهو بيخاطب شعاب مكة ولا والله لولا أن قومي أخرجوني منك ما قرشته قومي كأنه هو عنده مرارة مش بس مفارقة المكان ومفارقة القوم والإنسان اللي بالتنين يكون الوطن صحيح فلولا أن وبعدين بيخاطب مين دا بيخاطب شعابها وسيدنا النبي في هذا له شأن عظيم يعني ارتباطه بالمكان شعاب مكة زي ما يجي يذكر الإمام الذهبي في محبوبات الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الإمام المؤرخ العظيم الإمام الذهبي فيذكر محبوبات الرسول يعني النبي كان بيحب إيه؟ فيقول إيه؟ كان يحب عائشة ويحب أباها ويحب صبطيه ويحب زيدا اللي هو ابن حارثة ويحب أسامة ويحب الحلواء ويحب العسل ويحب وطنه صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي لما كان يحب يرئي حد بريء كده من أرض التراب كانت العرب إذا ارتحلت تأخذ معاها بعض التراب من أرضها فيستنشق عند المرض والله يا أستي الشريف كان هذا الكلام عجيب عني إلى أن رأيت صديق من المنصورة بلديات يعني آه من المنصورة وبعدين لقيت معاه زازة مية بقول له إيه المية دي يعني معدنية كذا وبعدين شكلها مش بمعدني قال لي دي أحلى مية دي المية عندنا من البلد مترنبة بتاعت البيت يا سلام أصلا دي لها طعم غريب هو جاي منين الطعم ده جاي من الارتباط هذا الإنسان بالمكان بالذكريات فكل دي دخلنا في أهمية الوطن في الإسلام